السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير عليكم طلاب وطلبات جامعة أم القرى اللي يدرسوا معنا بري كالكولاس أنا أستاذة دي مرداش الله يحفظكم جميعا تدرسوا هذه المادة في جامعة أم القرى تحت مسمى تفاضل احنا عندنا دي 6 ايديشن يعني الطبعة الستة اللي هي حج عام 2023 طيب النهاردة دي محاضرة تجربية للناس اللي حابة تشترك معنا أو تتفضل معنا حضوري أو كذا حسيب رابط التليجرام موجود في صندوق الوصف للناس اللي حابة تتواصل طيب النهاردة هنشتغل ايه؟ هنشتغل 1.2 ده أول درس عندكم بيتكلم عن exponents and radicals exponents اللي هي الأسس وradicals اللي هي الجزور هتاخد كل ما يخص الأسس والجزور في المحاضرات إن شاء الله معنا النهاردة هندي بعض الأشياء أو مجموعة من الأشياء والمرة الجاية إن شاء الله هزا فيه بنا لقاء هنحل بعض التمارين للتوضيح أكتر يا ما عندكم في السالبس اللي هو تأسيمة المنهج أو كذا مكتوب إنه عندك 1.2 اللي هو الإكسبوننس وradicals عندك الإكسامبلز محددة اللي هي الأمثلة اللي حتشتغلها محددة عندك 1 و 2 و 3 و 5 و 8 و 10 وإكسرسايز على نفس الجزئية حيشمل الأرقام اللي موجودة قدامك هي دي المطلوب منك إن أنت تتحلها إحنا هنعمل إيه في المحاضرة النهاردة هناخد بعض الأجزاء من الإكسامبلز دي عشان نقدر نشتغل أول موضوع عندنا اللي هو إكسبوننس وبعد كده في المحاضرات التالية هنبدأ نحل التمارين طيب نبدأ مع بعض أول جزئية اللي هي بتكلم عن إكسبوننس يعني الأسس طيب هو الأسس بتكتب إزاي أو دل الأسسي عموماً بتكتب أزاي بتكتب يه أسسين اللي بالنسبة لي بتمثل بيز اللي هو القاعدة أو الأساس يعني وعندك هنا الان جي بتمثل يعني الأسسي يبقى عندك الأساس والأسس طيب ممتاز جدا lesson أول قاعدة الأسسية اللي أنا عايز أخدها وعايز أبدأ أحلى عليها على طول الأ Eastern أمثلة A قص N بتساوي A ضرب A ضرب A ضرب A لين ما نوصل لن فاكتور يعني نضرب A في بعضها عدد المرات اللي حنضربها فيها في بعضها تساوي الرقم اللي موجود عندك في القص يعني لو كانت A قص أربعة معناها أنه A مضروبة في نفسها أربع مرات لو A قص سبعي بل A مضروبة في نفسها سبع مرات وهكذا طيب تعالنا ناخد أول مسألة مثلا عندي هنا عندي نص قص خمس يعني النص مضروب في نفسه كم مرة خمس مرات نعمل كده نص ضرب نص ضرب نص طبعا دي من قاعدات الأسس أو من خواص الأسس طيب بتعمل ايه بقى يا دكتور عشان تطلع الناتج بتضرب الواحد في بعضه يعني البسط كله بتضربه مع بعضه طبعا الواحد لو ضربناه مليون مرة حيطلع واحد والاثنين بتضربها في نفسها خمس مرات تطلع لك باثنين وثلاثين وده سهل وبسيط جدا طيب تعال نشوف المسألة اللي بعدها سالب تلاتة قصة اربعة خد بالك يا دكتور من نقطة مهمة جدا جدا خدي بالك يا بنتي من الجزئية دي انت عندك السالب موجودة داخل القوس والقوس مرفوع لقصة الكلام ده مش هقوله كتير يعني هقوله المرة دي ومرة تانية حنوهانه بعد كده مش هنجيب سرطه خلاص المفروض عرفنا بقاعدة السالب عندك اذا كانت داخل القوس والقوس مرفوع لقصة اول حاجة ابص على القصة القصة اذا كان عدد زوجي اشطب ضغري على الاشارة السالبة يا بطل نشطب عليها على طول كأنها مش موجودة ليه مش موجودة لان القصة الزوجي يضيع الاشارة السالبة يعني معناها ما تطلعش معك في الناتج تمام كده واضحة طيب اذا كانت الاشارة السالبة داخل القوس والقوس مرفوع لقص عدد فردي لا الاشارة السالبة هتطلع معك كده في الناتج واضحة الفكرة طيب يبقى انا عندي هنا دي عبارة عن تلاتة مضروبة في تلاتة في تلاتة في تلاتة يعني اربع مرات تلاتة في تلاتة يعطينا تسعة وتلاتة في تلاتة يعطينا تسعة تسعة في تسعة بواحد وتمانين حتطلع لك موجب وليس سالب لان القصة الزوجي يضيع الاشارة اذا كانت الاشارة داخل القوس والقوس مرفوع لقص طب ايه رأيك في المسألة الجميلة دي طبعا بيتلعب معايا المرة دي ما عنديش قوس خالص عندي إشارة وعندي ثلاثة قصة أربعة هنا بقى حتقولي القصة الزوجي ضيع الإشارة حقولك ممنوع ليه لأن الإشارة السالبة مش دخل قوس والقوس مرفع القصة الإشارة السالبة دي الحالها يعني الثلاثة هي اللي مرفع القصة أربعة الإشارة دي ملهاش دخل فدي هتنزل معانا في الناتج عادي جدا وبعدين تفتح قوس وتضرب لي الثلاثة في نفسها أربع مرات واضحة كده الفكرة تنزل الإشارة السالبة والثلاثة في نفسها أربع مرات تعطينا واحد وتماني واحد عايز اطمئلنا أكتر وبيقول لي طب فريدي يا أستاذة أدي السالب ثلاثة مرفوع القصة ثلاثة هعملها إزاي؟ هقولك تاني الإشارة السالبة موجودة داخل قوس والقوس مرفوع القصة أبص على القصة القصة هنا فردي ما يضيع الإشارة مش هيضيع الإشارة قدامك حل من اتنين يا تحط الإشارة هنا لحلها وتبدأ تضرب تلاتة في تلاتة في تلاتة في نفسها تلاتة مرات تطلع لك سالب سبعة وشرين أو تقدر تعملها الطريقة تاني نكتبها باللون تاني معرفش عشان هندخل كده على القاعدة اللي بعدها نقدر نكتبها كده سالب 3 ضرب سالب 3 ضرب سالب 3 ضرب سالب 3 فردي أو زوجي في كل الأحوال الناتج لازم يطلع معك سالب قلنا كلام مهم يستدع ان انت تاخد وراء وقلم وتكتبه على جن تعالوا بقى ناخد الكلام الجميل ده مع بعض دي قاعدة كمان اهي هنا عندك عددين مضربين في بعض ومرفعين لأسس مختلفة طيب نعمل ايه العددين زي ما انت شايف متساويين هنا ايه وهنا ايه يبقى اذا كانت الأساسات متشابهة والعلاقة بينهم علاقة ضرب فنجمع الأسس ينزل الأساس مرة واحدة ونجمع الأسس الاساسات هنا متشابهة هنا خمسة وهنا خمسة العلاقة علاقة ضرب ينزل الأساس مرة واحدة بس ونجمع الأسس نحط أربعة جمع سالب أربعة يساوي خمسة أس خليبا لو كان معايا أربعة ريال وصرفتهم تعطيني هنا ايه صفر اي عدد أس صفر يساوي الواحد ايا كان العدد يا جماعة العدد كان كسر يعني بسط ومقام العدد كان عشري يعني فيه علامة عشرية العدد كان عدد صحيح زي كده في كل الأحوال طالما مرفوع لأس صفر فهو دائما يساوي الواحد تعال نشوف اللي بعد مسألة دي جميلة وتقدر تحلها بطريقتين ممكن تشطب على ده خالص وتقول لي لأنه أي عدد أس صفر بيعطيني الواحد فهي واحد مضروبة فيه اتنين أس ثلاثة اشطب على الواحد لأنه محايد ضربي يعني وجوده زي عدمه وطلع لي اتنين أس ثلاثة يعني عبارة عن اتنين مضروبة في اتنين مضروبة في اتنين تعطيني تمانية واحد يقول لي ستة اتنين في اتنين يعطيني اربعة واربعة في اتنين يعطيني تمانية طيب هتقول لي يا أستاذ طب إيه الطريقة التانية اللي قلت نحل بياه هقولك تتبع القاعدة اللي احنا عملناها مع بعض فوق هتقول لي وضحيلي هقولك الأسسات هنا متشابهة ينزل الأساس مرة واحدة ونجمع القس الصفر زائد تلاتة يعطيني اتنين قس عندك صفر وتلاتة يعطيني كام يعطيني تلاتة طلعت برضو اتنين قس تلاتة يعني اتنين مضروبة في نفسها تلاتة مرات تعطيني كام تمانية كده صح وكده صح اللي تعجبك تعالوا نقول برضو قاعدة أو خاصية جديدة للأسس نفس اللي كنا بنحكي فيها هنا يا جماعة أي عدد أو أي رمز قس صفر بيساوي كام الواحد أحد دايما لما أجي أكررها في المحاضرات مع الطالبات وما بيحضر عندي أولهم أي عدد أو أي رمز قس صفر يساوي كام يروح أقلين لصفر أولهم غلط أي عدد أو أي رمز قس صفر يساوي الواحد يا سلام ما شاء الله طب خد بالك بقى المرة اللي فات كان عندي عدد صحيح قس صفر وقلتلي بيساوي الواحد طب المرات يا جماعة ما عنديش عدد صحيح ده أنا عندي كسر يعني بسط ومقام نفسه قلتلك نفسه طالما القس عندك صفر اكتب وانت مطمئن إن ده بيساوي الواحد واضحة كده الفكرة طيب تعالى نشوف القاعدة الجميلة اللي بعدها احنا سينا نحط في باكس جميل في صندوق عشان توضح القاعدة هنا بيحكي معايا في قاعدة مهمة بيقول لي لو انت عندك الاكس مرفوع القس عدد سالب أو حتى لو ما كانتش اكس لو كانت رقم ومرفوع القس عدد سالب هعمل ايه لازم اقلب يعني ايه اقلب وضح لي اكتر قالك بسيطة جدا تحط كده على نامة كسر وتحط هنا واحد وتقلب يصير الواحد هو اللي فوق والاكس قس ان هي اللي تحت هتقول لي فين راحت الاشارة هقولك ما لما يكون عندك المقدار ده قس عدد سالب موجود في البسط اذا بتنقله في المقام يتغير الاشارة بتاعت القس السالبة تصير مجابة واضحة كده الفكرة لا اعيدها تاني عشان تتأكد انك فهمتها طيب نرجع هنا بقى نشتغل على الموضوع بتاعنا انا عندي هنا اكس قس سالب واحد انا هعمل ايه هجر خط هنا وحط واحد تحت وقلب على طول يبقى واحد على اكس قس موجب واحد طب خد بالك لما القس بيبقى موجب واحد مش بين كده يعني تطلع معك كده واحد على اكس واضحة الفكرة عندي نفس المسألة بنفس الطريقة القس هنا سالب اوعد بص على العدد ملكش دخل بالعدد خالص القس هنا سالب جر خط حط واحد وقلب الكسر يصير العدد سالب اتنين خد بالك العدد بينزل بنفس اشارته اللي بيتغير اشارة القس فقط نيجي بقى للموضوع الجميل بتاعنا يلا بينا هنا انا عندي السالب داخل قوس والقوس مقفول ومرفوع القس هل القس ده فردي ولا زوجي القس فردي يعني الناتج هيطلع فيه الاشارة السالب بقي بقى عمل كده ادي السالب واضرب الاتنين في نفسها تلاتة مرات ادي واحد على سالب واتنين مضربة في نفسها تلاتة مرات تعطيني تماني هيديني بقى هنا مجموعة من الاسمبلز جميلة جدا هنا الاساسات متشابهة والعلاقة بينهم ضرب فيه حد هيقول لي عرفتي منين العلاقة ضرب هقولك مافيش في الاشارة الجامعة ولا طرح بينهما يصير العلاقة بينهم ضرب طيب الاساسات متشابهة يساوي X11 وزي ما أنت عارف الأساس بينزل مرة واحدة بس طيب هنا نفسه العلاقة علاقة ضرب ينزل الأساس مرة واحدة ونجمع الأسس أربعة جمعة سالب سبعة يبقى يساوي Y أدي الأربعة وخد بالك بقى هنا عندك إشارتين مختلفتين والعلاقة بينهم علاقة ضرب لأن القصد عبارة عن ضرب طيب لما يكون الإشارتين مختلفتين والعلاقة بينهم علاقة ضرب الناتج دائما سالب ده كلام مفوش نقاش طيب يصير هنا تنزل السبعة يساوي A دي الواي أربعة ناقص سبعة إشارت الأكبر تنزل ونطرح سبعة نشيل منها أربعة يغطيني ثلاثة يبقى صارت Y قص سالب ثلاثة في نقطة مهمة جدا يا دكتور ممكن تقابلك تيجي تدور في الإجابات لو أنت عندك ملتيبلت شوي ثاني اختيار متعدد تيجي تدور في الإجابات ما تلاقيش المنظر ده ليه لأنه عمل كده حطر لك واحد وألب الآية وخلى لك القص هنا موجب واضحة الفكرة دي مهمة جدا تعال ناخد اللي بعده قاعدة اللي بعده بتقولك لو تساوت الأساسات وكانت العلاقة بينهم علاقة قسمة نطرح القصص ينزل الأساس مرة واحدة ونطرح القصص مش فاهم تعال فاهمك هنا العلاقة علاقة قسمة ليه لأنه علامة الكسر بمعناها القسمة والأساسات هنا متشابهة أو متساوية يبقى نطرح قادي السي اللي هي الأساس تنزل مرة واحدة بس ونقول تسعة ونوقس خمسة تطلع لنا بسي قص أربعة سهلة جدا وبسيطة طيب تعال نشوف غيرها خلي بالك كل الأفكار دي هعيد لك إياها بطريقة أو بأخرى لما نجي نحل التمرين الكتابة عندي هنا بقى القاعدة اللي بعدها لما يكون عندك قص وفي قص خارج القوس وقص داخل القوس العلاقة بينهم يا جماعة علاقة ضرب بمعنى أنه أنا حأنزل الأساس مرة واحدة وأضرب الأم في الأن زينا أنت شايف نفس السلفة هنا البي تنزل مرة واحدة وأضرب الأربعة في خمسة يعطينا عشرين أنا عارفة أن أنا طولت عليكم في المحاضرة التجربية ولكن عندي الحقيقة أمثلة كتير لسه ما اشتغلتهاش وكمان عندي تمرين كتير على نفس الجزئية بالضبط أو نفس القاعدات اللي احنا اشتغلها مع بعض ممكن نعمل محاضرة تجربية تانية لو حابين ننزل فيها باي الأمثلة اللي كنا حنشتغلها في المحاضرة دي بالإضافة لتمرين الكتاب اللي تختص بنفس الجزئية اللي اشتغلناها إن شاء الله بنوعدكم أن احنا ننزل مقطع تاني تمنياتي لكم كل توفيق ونجاح استودعتكم الله